موسيقى موسيقى عن الاسلام يعني فأقول فكرة ان الرد الفعل الايجابي اللي اجي بعدها اعلى بكتير من رد الفعل السلبي او او كتم رد الفعل السلبي عارف انت برضو ايه ساعتي توصل لحاجة طب لما حتشوف شغلي مش طعف تفتح بقك فهو ما بقاش فيه حتى اقولك اه والله انت انتم بتدفعوا عن الاسلام لأ محد ما فرقش معي حتى الرد الفعل ده ان حصل كتمان اصلا وظنه ده كان واضح يعني ما تعالدش الاسوات دي كتير عارف فتخرصوا لان الفيلم النوعية اللي بتنتقد بدون ما تشوف دي الفيلم خرصهم يعني اولنا عارفوا ان الفيلم كاريكاتيري بيصخر تحديدا من الجماعة دي وبيصخر في حتة يعني بوينتس هشقدر يتكلم فيها يعني نوقت بيدرب بقوة في حتة في حتة الستات يعني تعالوا مع المرأب بشكل يعني قميء جدا يعني ديولة كأنها يعني ألعم الحيوان في حتة التشويه الاسلام انتك بتقبط فلوس عشان تعمل ارهاب بتقول ان احنا اه بندفع الاسلام يعني هم ارهابين برخصة فباين ده طالع يعني الناس بتقبط فلوس عشان نشتغلوا ارهابيين فده طالع بقى طالع بشكل هزلي ده استباين يعني اللي يتفرق ايه ده انتم بتقبطه بقى يعني اه سمع هم هم هايشتغلوا ازاي يعني ده ده تمويل بيجيلهم شرعي مش بيصحوا منهم بيحبوا الاسلام فأموا بقوا هم ارهابين واشتروا الحاجات دي الاتنين ما هي دي الحرفانة دايما نقولك عليها في الكتابة اللي بتديقني في اعمال كتير ممكن تعملها حلوة ومتقنة بس بتفلت من صناعها احنا عندنا رغم امكانياتنا المحدودة ورغم الظروف التي اعرضناها دي كلها الاساس الورق انا عن نفسي بعرف اكتب وساهر قصويت ده كاتب شاطر جدا وانا لما قلت له طريق عبدالعزيز المنتج عايز قصة عن داعش بتقول اكتب قصة بسيطة جدا بس واحنا جوه القصة البسيطة اضرب جامد في النقاط الضعف اللي عند الناس دي عشان محاش يدري تكلم خلاص احنا مش رايحين ننزر ونقول ان الاسلام دي ناس سماحة طيب ما احنا عارفين ما انتشر خلاص الاسلام انتشر يا جماعة من 1400 سنة ووصل خلاص ووصل وموجود عن نت لاي كائن في العالم في كوكب الارض يحب يدخل الاسلام ده يدخل عن نت انتهت فكرة ادخل الاسلام ومعزبينه بقى عشان خلاص انتهى الكلام انتهى ما هو ربنا صمحت على برضو عارفوه بالعقل ما كل زمان لوطة وضعه تطوره والاسلام واضح واضح في معماره واضح في اثاره واضح في اخلاق الناس الكويسة لما الناس دي معمولة عشان تشاوهوا الاسلام دي فكرة ما خلاص منتهية مش لسه هندفع عنها اللي هو انتوا بتشاوهوا الاسلام لا ما احنا عارفين احنا متأكدين فلترو اضرب في الحتة دي جامد عشان يبقى فيه ضحك جامد وفي نفس الوقت مثلا مثلا من ضمن المشاد يعني اللطيفة جدا لما سلمونا الزوجات وعمناها زي زي السحب القرعة كده انت رقم كذا خد تستلم المخزن وفجأة عملنا مشهد انا وياصلت تبجي تريع فكرة اللي هو انها عربيات فقلت له بتنتش وبتاعه بتشخر وانا اي ما فقال لي معليش شوف الكتاوت يعني بتتعامل معها هنا قد بالك ضحك زكي جدا انت بتتعامل معها انها سلعة بس انت بتتريق وبتضحك في نفس الوقت بتقول الناس دي حقيرة يعني هما بيتعاملوا فعلا كده اللي هو جايبين اي حد من ال اها فهو حتى لما راح قاله انا مش عجبني من براتي قاله طب خلص لك 14 يوم تبدل وقت ما انت عايز بس ما كونش في عيب من عندنا يعني اللعبة دي عارف الزكاء بتاع الكتابة